يعني الحلقة اللي فاتت في الطريق الثالث كنت بتكلم ان مريض السكر ليست زبطه سكر. انت بتزبط منظومته النفسية والعضوية. يعني انا هدله علاج عشان مسلا وشه رفيع وشه شاحب وشه مش عارف ايه. في رنكلنج يعني تجعيد. اه في شكل البشرة مش مزبوط اللي هو شغالية علينا من دول. هل هنا مريض السكر ومريض الغضض الصماء لو دور? اه طبعا لو دور. لانت لازم تزبط البنية التحتية اللي هيطلع من خلالها. هنعارفين الجلد او الوجه هو مرآة الجسد. الكبد لهم شكل. مرض الكبد لهم شكل في الوش على فكرة. عبد الحريم حافظة الله يرحمه هو بتاع الكبد. بتصيله في اخر خمس سنين او سبع تبن سنين. هو ده تدريسي للطلبة. ده وجه الناس اللي عندهم فشل كبد. ده عبد الحريم حافظة عشان رجال نجمه معروف. فيه ناس بتقول كلا. اللي عندهم فشل كلوي. لهم شكل. اللي عندهم هبوط في القلب. لهم شكل. اللي عندهم نقصة غضة دركية لهم شكل. اللي عندهم زيادة غضة دركية لهم شكل. اللي عندهم الغضة القذرة لهم شكل. اللي عندهم نقصة غضة النخمية لهم شكل. يبقى اذا الوجه هنا يعكس الشكل الهرموني والنشاط الهرموني سواء كان طبيعي او غير طبيعي للمريض نفسه. حقيقة دوكتر بتحددها من الشكل. اه طبعا. العيان هو داخل من الباب لو ما شخصتوش تسعين في المية منهم اتعب بعد كده. وده كلام مشان اللي بخترعه. ده في الطب اسمه فشل اكسبريشان او لوك. بنسميه لوك. اللي هو اوكي. يقولك نيو لوك. بس احنا بنسميه بقى بيشنك لوك. طبعا ده ده علم. انه هو داخل له شكل ارثي لوك. يعني كفاءة القلب اللي هو بشكل معين. الغده الدركية اللي هو بشكل. فده محفوظة ومعروفة يعني مش مش كلام مش طلاصم. فهو الوجه. الناس بتقول الكانسر. برضو لهم شكل. معروف اوي. انه بتقول تيلي اللي هو الدرعن. لهم شكل. وقد اوال حضرتك. فالغده الكاظرية عندنا لهم شكل. كل واحد له شكل. محفوظ في الطب. واحنا كنا صغيرين طلبة نعتبر ده كلام آآ. كلام فلسفي. لكن بطل. لا ابدا. اما اكبرنا ويعرفنا. لا مش فلسفة خالص. ده الواحد يبص النظرة كده خلاص شخص العيان. يعني من ضمن عشرة. وانه احنا لا ننظر الى الناس باعين الاخرين. او خدوا انك يشوفوهم بيها وكلام. لا. هو. يعني احنا ساعات بنفقد المتعة في الحياة. لان بتبقى النظرة بتاعتنا نظرة ثاقبة ساعات. ونظرة بتبقى علمية. متفحصة. فيبقى شكلها غبي. ان لو عرفت تكوين الوردة. مش هتحس بجمالها. فمن هنا التكوينات ما تعرفي ابعدها. بتاحيانا تفقدين اه اه اشعروا بيهزاتها او بجماليها.